تعلمنا سابقاً أن المضلعات هي أشكال مستوية مغلقة لها ثلاث قطع مستقيمة أو أكثر كما يظهر هنا بينما هناك أشكال ليست مضلعات لوجود قطع منحنية فيها في هذا الدرس سنتعلم أن الزاوية شكل يتكون من نصفي مستقيمين لهما نقطة البداية نفسها وتسمى رأس الزاوية وتقاس الزاوية بالدرجة وهناك علاقة بين الدورات والزوايا فربع الدورة يعبر عنها بالزاوية 90 درجة بينما نصف الدورة يعبر عنها بالزاوية 180 درجة وثلاثة أرباع الدورة يعبر عنها بالزاوية 270 درجة أما الدورة الكاملة فالزاوية التي تعبر عنها 360 درجة وللزوايا أنواع فالزاوية التي يكون قياسها أكبر من صفر وأصغر من 90 درجة تسمى زاوية حادة والزاوية التي يكون قياسها 90 درجة تسمى زاوية قائمة ويرمز لها بهذا الرمز وأخيراً الزاوية التي يكون قياسها أكبر من 90 درجة وأقل من 180 درجة تسمى زاوية منفرجة مثال من واقع الحياة من خلال ما تعلمناه في درسنا نلاحظ أن حركة الأيدي في التمارين الرياضية تمثل أنواع الزوايا كما تظهر هنا حركة الأيدي تمثل الزاوية القائمة وهنا تمثل الزاوية الحادة والزاوية المنفرجة يعلمنا هذا الدرس الزوايا وتصنيفها ووصفها